اشتركوا في القناة وفخمته وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنيات فخمته لهما بموفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها بدوام النمائي والرقي وأكد فخمة الرئيس التونسي على أهمية عقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين في مملكة البحرين برئاسة جلالة الملك المعظم في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها الوطن العربي متمنيا النجاح والتوفيق لأعمال هذه القمة التاريخية لكل ما من شأنه تعزيز مسيرة التعاون والتكامل العربي مشيدا فخمته بعمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وقد أعرب سعادة وزير الخارجية عن شكره لفخمة الرئيس التونسي على استقباله ونقل إلى فخمته تحيات وتقدير صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما لفخمته بدوام الصحة والعافية ولشعب التونسي الشقيق الاستقرار والنماء والازدهار وأطلع سعادة وزير الخارجية فخمة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية على الاستعدادات الجارية للعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين في السادس عشر من مايو الحالي وبرنامج عمل القمة والموضوعات والقضايا المقرر إدراجها على جدول أعمال اجتماع أصحاب الجلالة والفخمة والسمو قادة الدول العربية ترجمة نانسي قنقر